دكتور طارق شفت برضو المباراة ازاي ونتكلم برضو على تحتك يعني شايف كولر أرى الجيم ازاي الاول نتكلم على المباراة بشكل عام من وجهة نظري لو قارننا ما فعلوا النادي الاهل في المباراة ديات بما فعلوا قدام فريق اوروبا كبير برضو اللي هو كان بايرن منونخ في 2021 لما لعبوا النادي الاهل في نفس الدور وفي نفس اليوم 8 فبراير برضو 2021 هتلاقي فيه فريق كبير اوي من مستوى اداء النادي الاهل النهاردة ومستوى اداءه امام بايرن من عام من ناحية اولا ان النادي الاهلي في هاي المباراة كان عنده فرص تهديفية من ناحية ان النادي الاهلي عمل ضغط كويس جدا في الشوت الاول ولكن لو كان بس مرة الدقيقتين دول من الشوت الاول وكان انتهى الشوت الاول بالتعادل كان النادي الاهلي هينزل الشوت التاني بشكل مختلف تماما من ناحية كمان ان انت لأول مرة بتلعب فريق كبير وبتنقل كورة يعني انا مثلا اعدت كده اتذكر مباراة بايرن من سنتين ان كان النادي الاهلي فيه تقريبا 25 الى 30 ديئة من الشوت الاول فعلا مش عارف تخرج بالكورة من 25 او 30 يارضة الاخيرة في السياتل ماشي السياتل اللي فات جيه وقت ما كناش عارفين نخرج بالكورة شنو ما كانش لاقي حد يسند عليها بالزبط لكن النهاردة يعني بس كنت نتيجة ان انت بتحاول تخرج بالكورة ودي من واحدة من الحاجات اللي حطها كورة ان انت بتطلع بالكورة من الاثنين قلبيه الدفاع سواء عبد المنعم او وحيد او متولي او عبد المنعم بيطلعوا بالكورة كانت النتيجة ان خطأ بس واحد هو اللي قاله من بره بيبقى دي في فورق كبيرة بين اداء النادي الاهلي اللي كان شكله فقط مش عايز يخسر بفرق كبير من الاهداف قدام بايرن وبين مباراة النهاردة اللي كانت فيها نقطة انقلاب تاريخية في ديئة 69 اسهل فرصة من مباراة كورة محمد هاني من ناحية اليمين لمجد افشا في ديئة 69 الكورة مفيش اي تدخل معاه وهو الواحد وخالص والمرمى وافشا اللي هو اصلا بيجيد التزديد وكتجوه منطقة الجزاء على مسافة حوالي 16 يارضا من المرمى كانت زي درب الجزاء هي درب الجزاء كانوا هيشوت درب الجزاء وش رجل ومطن رجل ومصبع رجل واي حاجة هتيجي فانا بشوف ان كورة ديئة كانت نقطة الانقلاب في الماركات 2-2 وحتى بعدها كورة تانية لطهر محمد طهر من الضربة الركنية اللي حطها بدربة رأس في الزاوية القريبة وطلها على الحارس برضو كانت تجيب التعادل 2-2 يعني اللي انا بقوله ده ما كانش موجود خالص قبل كده انت بتلاعب فريق كبير فريق واخد بطولة اوروبا واخد الدور الاسباني السنة اللي فاتت فريق يعتبر هو حتى في اسوأ حالاته عارف ازاي يكسب وعنده مجموعة كبيرة من اللعيبة اصحاب المهارة واللعيبة اللي هي بمستوى عالمي حتى في غياب كريم بنزيمة حتى في غياب ناتشو في غياب اللعيبة السبع اللعيبة او الست اللعيبة اللي غايبين لازال ريال مدريد انا بشوف ان على عكس ما الناس بتشوف ان الغايبين دول اللعيبة اللي لعبت زي رودريجو زي فادريكو بالفيردي وبينيسيوس لعيبة الصغرى في السن دي كلها لو كنت لقبت بكريم بنزيمة انا من اوه جتنظر ان هو بيقضي اخر موسم ليه على المستوى العالمي يعني اقلب كتير من المواسم اللي فاتت كريم بنزيمة فانا بشوف ان اللعيبة الصغرى دي قدت بشكل كويس جدا وسيطروا على المباراة في اوقات كتيرة جدا وكان لهم دور كبير جدا ان النادي الالي يبقى متفوق في اوقات كتيرة من المباراة بفضل اللعيبة اللي هي قدرت انها تضغط على لعيبي ريال مدريد النهار فانا بشوف ان فيه تطور كبير جدا في مستوى اداء النادي الالي مع فريق كبير ما بين بايرن في 2021 ويجلقتي قدام ريال مدريد موسيقى